اكتبار طبي لمراوان محمد صلاح ضمن التشكيلة المتالية للفيفا في 2018 موسيقى موسيقى نهاية دورة أبطال إفريقيا لعام 2013 الأهل المصري صاحب العلقام والعلقام القياسية وحامل مقب البطولة في النصغة الأخيرة أبطال إفريقيا الله عليك يا عمي الناس الله عليك تسلم رجليك هذه عبدالله السعيد تحرك له حلوة وفتحي وأدي أبطال إفريقيا أبطال إفريقيا أبطال إفريقيا فرح المصريين يا أبطال إفريقيا وأدي الكرة عبدالله يسدد وأبطال إفريقيا الكرة بتحفو الكرة بتكفو السلام حلوة عبدالله والدعم من أحمد فتحي وتزديدة والجول الدين يا أهل حديد الأهل حديد ولا تقول لي كايزر تيبز ولا تقول لي ماذبي ولا تقول لي حاجة دا النادي الأهلي الذي أمامنا كأس البطولة التي سيحتفظ بها النادي الأهلي للأبد الفداية طبعاً كالعادة بأهم الأخبار التي تنشرت عن النادي الأهلي في الجرائد الأخبار المسائل خطيب يعتمد الصيغة النهائية لمشروع اللائحة الوفد أزارو يعلن جهزيته لمواجهة هوريا كوناكري ومروان مهدد بالغياب اليوم مجلس الأهلي يعتمد الصيغة النهائية لللاقاحات الأهرام أو الأخبار المسائل الأول المدير الفني سعيد بتقلق طناء الأهلي أمام النايجر الأهرام كارتيرون يحذر لعاب الأهلي من مندالة قبل مواجهة هوريا كوناكري في دوري أبطال أفريقيا المدير الفني يطالب باللقب القاري والفريق يستثم تديباته بالتتش بحضور الدولية الجمهورية صلاح محسن هدفي في النايجر نقطة تحول المسا بعد صحب الكافل رقصة ستاتبورغ العرب الأهلي بدون ملعب في أفريقيا المسا بعد صحب الكافل رقصة ستاتبورغ العرب الأهلي المسا بعد صحب الكافل رقصة ستاتبورغ العرب الأهلي الآن سنرى معكم أهملت أهل في الجرائد عن النادي الأهلي ونفتدي معكم مع الأخبار المسائي الذي قال أن النادي الأهلي النهاردة يعتمد التعديلات في مشروع اللايحة ومن ضمن أخبارنا النهاردة في جارة الوافد أعلان جهزية وريد أذارو لمواجهة هوريا كوناكري الغيني في المباراة التي تقام إن شاء الله الجمعة التي جاء في غينيا في مباراة الذهاب لدور التمانية في توري أبطال أفريقيا الأهرام المسائي كمان قال أن كارتيرون سعيد بمستوى اللعيبة الدوليين بعد فوز المنتخب على النايجر 6-0 خصوصا بالثنائي مروان محسن وصلاح محسن كمان الأهرام قال أن كارتيرون بحذر لعيبة النادي الأهلي من أكنسي من دالة لعب فريق هوريا كوناكري الغيني واللي بيلبس تيشرت رقم 30 وقال أن هو بيعتبر أخطر لعب في الفريق الغيني وكمان كارتيرون طالب من لعبة النادي الأهلي هما يركزوا ويكون عندهم إصرار على الفوز لحد نهاية البطولة وتحقيق اللقب الأفريقي كمان في الجمهورية اتكلم سلاح محسن عن ساعته بالهدف اللي جابه في مباراة النايجر وقال أن هو بيتمنى أن ربنا يوفقه في اللي جاي ويستمر في التقلق والتهديف والمساهمة في تحقيق البطولات سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر جارت تلمسة كمان قالت أن الكاف ممكن يرفض أن النادي الأهلي يلعب مبارياته في دوري أبطال أفريقي على ملعب برج العرب بسبب عدم وصول الموافقات الأمنية بحضور الجمهور بنسبة 75% من ساعة الاستاد شوفنا معيكو أهم منشطات الجرائد النهاردة عن النادي الأهلي دلوقتي يبقى معادينا نشوف الكلام اللي تقل عن النادي الأهلي بس على موقع الانترنت الشروق مجلس الأهلي يجتمع اليوم لاعتماد مشروع لائحة 2018 الموقع الرسمي للنادي الأهلي عزت حضور الأعضاء بالجمعية العمومية في مصلحة الأهلي الموقع الرسمي للنادي الأهلي رؤوف عبدالقادر منتظر حضور قويا في عمومية 28 سفتمبر في الجول العمري فاروق رؤيس لبعثة الأهلي في هينيا الموقع الرسمي للنادي الأهلي محمد يوسف يتحدث عن مواجهته رياتونة كريغيني الوطن سبورتل إصابة تهدد وريد سليمان قبل مواجهته رياتونة كريغيني يلا كورة المتحدة في الرسمي جمهير الأهلي ملتزمة ونريد فتح صفحة جديدة الشروق اتحاد الكورة يقترح إقامة السوفر المصري والسعودي بين الأهلي الذهابا وعودة يلا كورة الأهلي عن السوفر المصري محمد يرفع الحمل البدني للعب اليد طارق خيري يوشيد بأداء دوجت هنبتدي أهم أخبار المواقع الإلكترونية من الشروق الشروق قالت أنه بيعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب اجتماع النهاردة في الجزيرة عشان يعتمدوا الصيغة النهائية لللايحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل عرضها على الجماعية العمومية عشان يصوتوا عليها إن شاء الله يوم 28 سبتمبر الجاري الخطيب طبعا عمل قبل كده حوار اجتماع النهاردة لا Rugged نشوية اجتماع النهاردة تحثنا اشتركوا في القناة وعشرين سبتمبر الجاري وابدأ قراءهم في اللايحة واكد كمان مدير النشاط الرياضي ان فيه فرق كبير ما بين اللايحة بتفرد نفسها وليحة اخرى بيتموا نقشتها والمشاكلة فيها من الاعضاء وتعظيم دور الجماعية العمومية في النادي الاهلي في حرية الرأي والقرار كمان من الجول قال ان قرر مجلس دورة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب اسناد بعثة فريق كرة القلم المتجهة لغينيا برئاس النادي استعدادا لمواجهة هرايا كونكري الغيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أفطال أفريقيا سمير عدري المدير الإداري قبل كده طبعا كان سبق البعثة لغينيا عشان يقدر يتطمن على الترتيبات الخاصة والنهائية بفندق الإقامة وملعب التدريبات والانتقالات النادي الاهلي ان شاء الله بيخود ميرانو الأخير على ملعب التيتش النهاردة بقيادة الفرنسي وان شاء الله بإذن الله هيتجه بعد كده لغينيا بكرة كمان الموقع رزمي للنادي الأهلي أكد أو قال أن أكد محمد يوسف المدرب العام ولي بيقوم دلوقتي بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي أن الأهلي على موعد مع منافس طعب وقوي وكمان قال أن مواجهة هرايا كونكري الغيني اللي نجح أنه يحجز بطاقة التأهل لدوره بعد النهائي في دوري أبطال أفريقيا برفقة طبعاً الودادة المغربي والده كان على حساب سانداونز الغنوب أفريقي بعد ما كانت كل التوقعات بتصب طبعاً في تأهل الودادة المغربي هتكون صعبة جداً وكمان قال أن الكلام عن النادي الأهلي يلازم يقول أنه هو بيحترم جميع المنافسين وأنه هو بيتطلع أنه هو يحقق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب عشان يقدر يسهل مهمة الفريق في لقاء العودة وأكد طبعاً أن النادي الأهلي بيأخوط كل مبارياته بهدف الفوز وليد سليمان وشنطة لجوان وكأنه كلمة السر وليد سليمان وليد سليمان على طريق كريستيانو وليد سليمان يلقي بكلمة الافتتاح وهيضع ينادي الأهلي في المقتمة وليد سليمان من ورقة جوكير من المدرب البدري إنما وليد إيه لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول يا ولد 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 كمان من الوطن الوطن آلة اللي بيأخضع وليد سليمان لعب النادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق تمرين النهاردة عشان يحدد مشاركته في التمرين الجامعة مع الأخي عن سليمان اشتكى من ألام في الأوقل خلال مشاركته في تمرين الفريق مبارح وما قدرش أنه يكمل التدريب لنهايته يلا كورا كمان قالت إن أعرف شريف وقدم متحدد الرسمي للنادي الأهلي عن رغبة النادي الأهلي في فتح صفحة جديدة مع الجهات الأمنية بشأن رجوع مباريات النادي الأهلي الأفريقية من جديد لملاعب القاهرة خلال المرحلة اللي جاية وقال إنه هو في حرص كبير من جانب النادي الأهلي بشأن الحفاظ على الحقوق وتوفير مشاهدة كريمة للمشجع الأهلاوي بجانب طبعا احترام أجهزة الدولة بالكامل وكمان قال فؤاد بنسعى أيضا لتلبية طلبات الاتحاد الأفريق تلقى خطاب من الاتحاد الأفريق في القادة الكاف شأن خدمه برات النادي وهو رايا كونري الغيني في إياب ربع وختم كلامه إن الإصلاحات إن شاء الله تنتهي في ملعب أستاد القاهرة يوم 10 أكتوبر اللي جاي وبعد كده بإذن الله الأهلي ممكن يعود لملعبه مرة تانية كمان الشروق قالت إن صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في التحاد الكورن هو تفاجئ ببيان الاتحاد السعودي لكورة القدم بإلغاء مباراة السوبر المصر السعودي ما بين فريق الأهلي والهلال السعودي وكمان قال حسين بنتمنى إقامة المباراة في أي وقت فمن الممكن إن تقام بنظام الذهاب والعودة زي دوري أفطال أفريقيا ونحاول إن احنا نريح الأندية وكمان نستكمل بطولة الدوري ففيه طبعا ارتباطات والتزامات مفروضة علينا واستكمال البطولة دي أكيد شيء طبيعي وكمان قال إن هاني أبو ريد الرئيسي الاتحاد المصري وعد بإيجاد معاد تاني عشان يتم فيه هذه المنافسة ونحاول نفسه موسيقى اشتركوا في القناة 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 والعربية والمحلية والمشكلة كانت في سحديد المعايد النهائي بس مفيش اي حاجة تانية وكمان اضاف لا اريد الخوض في اي امور اخرى وقد تشهد الايام المقبلة انفراجة في الامر وكمان اتكلم شريف فؤاد والشعب الاماراتي والشعب الاماراتي علاقة من نوع خاص وكمان ان شركة فريزنتيشن عارضت فكرة فكرة السوفر المصري الاماراتي ورحب بها مجلس ادارة النادي الاهلي الموقع الرسمي بقى للنادي الاهلي قال ان قدر مصطفى الجمال لعب النادي الاهلي لالعاب القوة ان هو يحصل مركز التاني ويحصل على المدالية الفضية في منافسات رمي المطرقة في بطولة العالم للقرارات المقامة دلوقتي في الشيك واللي بيمثل او بيمثل فيها المنتخب المصري وبيتطلع لعب النادي الاهلي والمنتخب الوطني ان هو يحقق ماليريا اولمفية في دورة العاب الاولمفيات توكيو 2020 اشتركوا في القناة